وكان رحمه الله تعالى عظيم المحبة لتلاميذه ساعيا في نفعهم مجتهدا في امدادهم بانواع العلوم وهو ممن جلس للناس فانتثع به الناس وتخرج به جماعة من الأكابر وقد كتب إليه الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله تعالى كتابا في استدعيه فيه يوليه القضاء في مدينة الرياض وكان هو من أحق الناس بها بعد وفاة شيخه سعد بن حمد بن عثير سنة 49 بعد الثلاثمائة والألف فكتب إليه الشيخ فيصل رحمه الله تعالى وكان في الجوف كتابا ذكر للملك فيه أنني قد زرعت نخلا وإني أنتظر ثمرة فأرجو أن تمهلوني حتى يخرج ثمره فاستغرب الكتاب من فحوى الرسالة ومضمنها وضحك الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لفوت ذلك في فهمهم وقال إن الرجل يذكر أن له تلاميذ لم يكتمل تحصيلهم فهو لا يريد أن ينتقل الرياض حتى يخرج أثر التحصيل عليهم وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتابا بالله التوفيق